اشتركوا في القناة 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 فأنا بكتب ضايت نجح جداً يحافظ على هذه العناصر الموجودة وأنا فاهم إن بسرد كدكتور جلدية منتج مثلاً زي الجرين الجرين هيلوشن ده منتج متميز جداً بالعناصر اللي فيه سواء كان هيعالك سرارة والراسي سواء فيه كل العناصر البيوتين والبانتسينول ما فيش بايوتين اللي مهم جداً إن ما فيش بوسيلة بتطلع يا مدام آية من السموية شعرة بتطلع من البوسيلة لازم يكون عنصر اللي هو فيتامين بي سكسر والبيوتين ولازم مادة البانتسينول بتركيز عالي جداً أربع أضعاف تقريباً اللي موجودة في أي منتج تاني اللي بيحافظ على الكرياتيم بتاع الشعرة يعني اللوشن ده القائي كمان؟ أيوة من عايزة لهولك حتى للناس اللي هم مريدين شعرهم ببعاش بس منس قثرة الثبغات والبيبيليس والكلام ده بتده يكسر بتده يجهد سمك الشعرة بتده يقل غزرت وتده يقل بريقه فأنا فاهم المنتج ده عبارة عن بيغز الشعر بكل الفيتامينز المحتاجين للشعر وفي نفس الوقت فيه مادة السيرام يعني انت دايماً ما بتشتري انت لوشنز للشعر كلاهي بيجيدك معا السيرام كمان كتكلفة تانية هو الاتنين في الحاجات السيرام دايماً بيضطر الشعر فيه مادة بتغلف الشعراية ويلمعه ويلمعه ويزود كسفته ويزود سمك الشعراية نفسها غير بقى التعصيف بتاعه او الاجهاد او التكسير او الكلام ده مع فرد الشعراية فأنا بدي حوالي 8 وظائف 9 وظائف في اللوشنز بديه في اللوشن واحد اه طبعاً وانا خلي بك يعني دايماً بحب يعني اكتب الحاجة يكون لها تميز معايا تجيب نتائج العيان حياخد مثلاً يتصرف له دواء او الكلام ده لازم يكون فعلاً دواء ناجح حتى على مستوى الشعر كجرين وهي فعلاً في شعر عنده سرع وراسي شعر بيوع مع الشاور مجهد مكسر متأصف اللي هي كل مشاكل وفريق 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 ويسمونه السمك ويبتدى ايه اللي خصوان بيعملو كاراتين تعرفت دايماً بيعملو كاراتين وبيعند الكوافرات وبتحكي عليهم ان كاراتين ده بيحافظ على بالعكس ده بيأكل في البصائل بيأكل الاكل وبيأثر على البصائل نفسها وبيأكل في السمك الشعراية وطبعاً اللي عاملين كاراتين والبروتين اللي بيسموه الجديد فاهمين مشاكله ايه فالهو الجرين هيل لويشنز الجديد دهات فكرته با كحاجة بروفولاكتك كحاجة وقاية معايا حتى لو شعري مباعش يزايد مع الشعراية ويزاود سمكها ويغزيه حتى يغز الشعر الموجود حتى يزاود ايه كسفته غزارته ويطويله بسرعة؟ ويطويله بسرعة تمام ده حتى لو فيه سقوط شعري كحاجة ايه وقائية فانا بستخدم منتج معايا فاهم المنتج ده حتى لو شعري مباعشي هعرف اجيب منه ايه ناتاج للشعر الموجود بستعملوا كم مرة بقى؟ بستعمل بقى ساعتها في الوقاية بستعملوا حاول مثلا سنت بخات الصبح او سنت بخات بالليل تمام؟ مرة واحدة في اليوم مرة واحدة في اليوم اما حتى يفعل الاطفال كمان اه ده للنقطة انك عالف اطفال بيجيلي على ساعات اطفال صوارين او امهات مع اطفالهم تلاقي مشاعر البنت مكسر ومجعد ومتدايق قوي وبتضطر تشدوه لها في المدرسة ويتشدوه لها في قصف زيادة ويتشد زيادة ويتنحل من قدامه الكلام ده الوشن ده الحل الوحيد اللي هو بالنسبة للهو الجرين ان فيه حتى السيرم اللي بيتضطرش دائم دائما او البنت وهي صايرة دائما ايات بحسة جدا ما يكون شعرها ناشف ممتصر بالنسبة لصحباتها حتى في المدرسة فتطر يلا طول لما ميتها انا عايز يكون شعري ناعي فهو الحل برضو في جرين اللوشنز ان فيه السيرم اللي بسد الشعر او اذا اتكسفته ما فيش حاجات امه عاستعمله يعني بمعنى فيه مرض معين او حاجة معينة او حاجة معينة هو علاج للحاجات دي كلها الدكتور الجلدية بيكتب الحاجة اللي فيه المشكلة فين انا مشكلة في الشعر بحاجة بلوشنز يغز الشعر فعلا اذا اتكسفته بس بقى ساعتها بيستعمل 8 بخات السبع و 8 بخات ايه ما لهوش اضرار جانبية خالص خالص وعليه خاصة 50% لان دي كمان كمان تبني دي حاجة كويسة انه هو واسسا نقول لي سعره حلو قوي اه طبع يعني هو من غير حاجة سعره ورخيص بصنا هو الفكرة كلها انا يعني الفكرة كلها انا عايز يستفيد من اللي انا أقوله كمعلومة علمية ومعلومة كعلاجية كمان اه شكله أكبر من سنه بيتهدى للجلد نعمل ايه أو نستعمل ايه علشان نخلي بشرتنا حيوه بصي دايما بارتو خلي بارك وانا بكتب يعني اللي هو على مستوى الضايت انا بكلم عن التخصيص او الثقافة للتخذية النجحة يعني ممكن حد يجي لدكتور ما يجي انا عايز الثقافة مش عايز اخس ما عايز اخس بس عايز الاكل الصحي اللي يحافظ على بشرة ويدي نظرة معي وما فيش سمر تحت انايا يظهر وكلام ده كله فانا فهمي الكنوز التخذية اللي موجودة سبحانه وتعالى ربنا خليها في الاكل كاش اقولك يا تخصصي ان احاكت بكل المكونات برضه بالنسبة البشرة فيتامين الف بالنسبة عالية فيتامين سي فيتامين اي ماد اسمها السيلينيا الاوميجا سري طبعا الموجود في المكونات معينا حتى انا الضايت اللي انا بديه مثلا بدي حاجة اسمها اللوز بدل صمرة الفكرة طبعا اللوزيات ده اوميجا سري احسن عنصر طبعا بيقال زبط كورسور زبط ضغط الدم يحسن البشرة يطر الجلد معايا ففهم يا فده اللي هو حتة التميز في النكتبي ضايت ناجح نيجي بقى كان دكتور جلدي اه حكت حكت بكريم ناجح جدا برضه بالمنتجات اللي هي جرين معايا الكريم ده عبارة عن 18 وظيفة يعني انا ممكن اول انا بجيب كريم حاجيب كريم السانسكرين كريم واقم الشمس احبي البشرة اكتر حاجة طبعا انتزف البشرة للشمس حاجة تبكريم تاني مثلا ملطف ومرطب عشان يحافظ المرتب للبشرة الجافة والبشرة الحساسة عايز ملطف يعني حتى البشرة جافة لها كريم والبشرة الحساسة لها كريم تاني دgovern اسمو مرتب كمستشーいز وتاني سوزنج كمقيم ملطف بشرة الحس عايز كريم يحافظ عماية جوا الخلايا عايز كريم يفتح البشرة كل ده موجود فين بردو فين BEAR بين طبعا ما هي ده اللي هو ده التميز يعني انا يعني الفكرة كلها انا حدي مثلا سيب برودكت معايا ازاي يكون فيه كل اللي جسمك محتاجه سواء سوري بالنسبة للجلد وبنسبة حتى الجلد الجسم معايا انا بشرة متراهلة فيه صمارتعة تانيكي هيفتح البشرة ازاي هيشد الجلد انتي اتش مضاد للأجسادة واقم الشمس ان فيها الكلمات كتيرة او مثلا بتتفتيح ما تنضيش تحطيها في الشمس تعملك الاتهابات معايا ده الكريم ده برضو اللي هو الجرين سكين لوشان معايا فيه سانس كريم بحيث حتى يوم اما اجetric الفتح البشرة كتفتيح البشرة بالكريم اه ده عند الشغول يعيد اه ده معايا في الشمس طب وبنسبة اللون بقى دايما الوزن الكبير بيبقى عنده مشكلة في الاماكن الداكنة يعني بيبقى عندهم اماكن داكنة كثير طبعا طعا في زي موطق اللي بين السناية والتعمده ايوه والمشكلة كمان هل الكريم ده برضو حياتي طبعا اه ده موادي الفكرة بقى ان الكريم ده مرتب ومرطب وليبريكانت يعني يشعل انت عارفة دايما السمارة مع الوزن يكتئيب تحت السدر مثلا بلون بطل وتبين الفخاذ والجماعة اللي احتاجك شديد بيحصل نوع من عنواع اللي هي اسمها التاب في الجلد، التاب في الجلد يبحث اصحابه حكة وهرش وخمار والهرش ده يزيد التاب الزيادة في يصيد اللون ايه؟ غامق يعني اللون غامق جدا بمسبب اللي زعاج فانا فاهم الكريم ده كنوع من عنواع الوقاية برضو حتى بغدا نظر عليك انا حيليقام الابريكيشنز للجلد، حيحافظ المنطقة ده يبقى فيش فيها تيجعلها فطريات معايا ولا تيجعلها مكروبات وسبب الكلام ده كل وفي نفس الوقت كريم ايه؟ تفتيح يعني العروسة مثلا ممكن تستعمله قبل جوازها عشان تفتيح يعني اللي هو ايه؟ كل حاجة فيه طب ده نتيجته بتطلع بعد الدقيق يعني بعد الدقيق حسب الحالة نفسها حسب الحالة هو ايه كريم طبعا بعد نتائجه من ثلاثة تسبيح ومن ثلاثة تسبيح ده 28 يوم يعني انا لبشرة مجهدة وهاز فتح البشرة بالكريم كوين ده سكينه لوسين معايا كتفتيح وشد وانتي اتجين وصمر والكلام ده طبعا حيخذه على الال معايا الجرين ده مثلا كريم حيخذه على الال 28 يوم 28 يوم عشان يتجي يعني على الأرض بسميلة نتيجة وعيا خلي بك في نقطة في الكبار دف كريم اللي هو الجرين سكن انتي ايج ده كريم ان الفيسكوسي بتاعته عاليه الكونسيس بتاعته عاليه يعني مش لازم محطو منه كتير يعني مش عازم لكم بيقعد 4 شهور يعني مش من الكريمات اللي جي بيها بيكون غالية ورغم ان هو برضو عليها خاصة 50% تجيبوا تلاقي الكريم خلص في خلال اسبعين ده بيقعد معاك على أقل فضة 4 شهور من الفيسكوسي والكلام ده كله طيب لك ده حل وقوي عايزين بقى نرجع لجداية تانية عايزين نعمل مع بعض أكل حلو أكل صحي وانتي أستاذة في الأكل وفي نفس الوقت عايزين العيلة كلها تاكل منه خلاص ايه رأيك لو نروح المطبخ سوا نعملها سوا ونفيد ونفهم المكونات الموجودة ونفيد السادة المشاهدين هي حالة استفاق ده مع عجل السادة المشاهدين وتمنى يكون موفقين في جزء ايضا يالا بينا جينا دلوقتي للمطبخ فقرتنا في المطبخ زي ما قلنا مختلفة تماما عايزين نلغي العزلة اللي بين اللي بيعمل رجيم وبقية العيلة مشكلة الرجيم دايما ان الواحد بيعمل أكل رجيم مخصوص ليه وبيعمل أكل مخصوص لبقية العيلة فدي بتبقى مشكلة كبيرة هنتعلم ازاي نعمل أكلات حلوة تنفع العيلة كلها وفي نفس الوقت قليلة السعورات إلى أقصى درجة يعني الوصفة بتاعت النهاردة انا مش هستعمل فيها اي نعم من الزيوت او اي نعم الدهون وفي الاخر تعمها حلو جدا هيعجب الكل هنعمل ايه هنعمل صدور فراخ ملفوفة بالكفتة والخضار هنقول ما قادرها مع بعض هستعمل نص كيلو فراخ مخلية 150 جرام لحمة مفروم أحمر وأهم حاجة تاخد بالك ان اللحمة تكون حمرة هستعمل بصلايا مبشورة ومعصورة بصلايا شرايخ كباية صغيرة شرايخ خضرار اي خضار انت عايزها بتستعمليها بتقطعيها رفيع قوي علشان انا مش هشوح الخضار هعملها نية علشان الدهون بتاعتها معلقة كبيرة زعتر رص معلقة صغيرة بابريكا ملح وفلفل معلقة مستردة معلقة كاتشاب ومعلقة خل اول حاجة هعمل ايه هتبن الفراخ بملح وفلفل وخل بس هيبقى معانا في الفقرة دي دكتور ماجد دكتور ماجد زاتور استشهاد التغذية والسمنة دكتور ماجد هستعمل النهاردة الفراخ هستعمل الصدور مش هستعمل وراك طب احسن ما انت قلت ان الزنك مفيد بس طبعا عشان الدهون لا الفكرة ان طبعا انت عارفة ان الصدور صغيرة اقل اه معشان كده خصوصا بيعملوا دايتا اوكاي فضل طبعا الصدور ما ياخدوش الوراكل اللي المزان بيبقاش حلو في الوراكل رغم ان كمية المعادة ممكن تكون اكتر فين في الورك في الورك بيبقى اكتر كمان يعني هو الفيتاميز العدازة مثلا سي فيتامين بي والكلام ده موجود في الصدور بس كمعادة زي الزنك بقى والحديد والكلام ده موجود في الوراكل احنا هنعمل ايه والزعتر وملح طبعا ما تملاحيش قوي علشان دايما الحاجة اللي فيها كذا لير كذا طبقة بتبقى ايه ملحها في الاخر بيكتر لازم نعمل الملح بتاعها قليل في كل الطبقات وفي الاخر كله عيبقى على بعضه عيب دكتور انا ححشي الصدور بكمية صغيرة من اللحمة المفرومة طبعا كمية البروتونات اللي بتستعمليها طبعا مهمة جدا خلي بك يا جماعة ما فيش عنصر غزائي مهم جدا طبعا زي البروتونات اللي على الاقل بتخش في تركيب كل انسكة الجسم المفروض ان انا اقديله بس كان البروتين بيخش كعنصر اساسي فيها قد ايه بروتين او قد ايه يعني كام جرام مثلا من البروتين في الغداء المفروض بتاخدي حوالي نص ميلك يعني يعني مثلا متين جرام انا حاولك حاولك يعني الفكرة بتحسب كده اللي هو الناس الواحد جرام لكل كيلو جرام يعني سهل مثلا فور اكزامبل انا وزني مية كيلو فمفروض ما اخد مية جرام من البروتين يومين بس تمام اه بس لو الناس الاسسيليتك راضيين بياخدو ده في الكمية دا اللي هو بالحب مثلا سيب بودي بيلدينج او الكنان دا طبعا وده مهم جدا بالنسبة لهم فبيوصلوا لحوالي 2 جرام لكل كيلو جرام بنوزنهم يعني تمام هقفلها بخلة سنين علشان ما عودش هلف خيط عليها معليش يا مونة هنحتاج الصينية اللي هنحط فيها وهحطها في صينية من غير اي حاجة انا مجرد هدهينها بعد كده بالكاتشاب والمسترده يعني ما تحش الصينية دهون خالص هي الفراخ عشان بغطيها بتنزل ميتها اه طبعا فحتى ما بحتاجش نظهر الصينية اه لو انت حاسة ان ممكن تلزق معاكي مرسي هنعمل واحدة تانية برضو لو انت حاسة انها ممكن تلزق معاكي هقولك على فكرة حلوة قوي ان ايه ما تدهنيش الصينية ان بنحط لها ورق زبدة اه وفي نقطة عايزة اقولك برضو علميا يعني ايه هنقولك مثلا 100 جرام بروتين فهتقولي احنا اخد 100 جرام لحمة ما هو اللحمة 100 جرام مش كلها بروتين المي جرام دي نسبة البروتين فيها حوالي 30-40% بس اه ما هي دي نقطة بلا عايزة تشرحها يعني انا ما اخد 100 جرام فحتلقيني باخد صدر الفرخة باخد بروتينات تانية موجودة في البيض الكلام ده عشان اكمل ايه المي جرام كله من البروتين اه يعني مثلا انا ليا كم صدر في اليوم صدر فرخة واحد في اليوم يعني في الغلا احنا صدر الفرخة حطيت عليه اللحمة بعد ما تبلتها بالبصل والتوابل الخضر ما بحطش عليها اي يعني اي بهارات او اي ملح خالص لان انا متبلها الفراخ بملح وفلفل من الاول وبعدين بقالفها خد بالك في الاخر ان الفتحة تبقى لتحت يعني لما اقفلها واجي احطها هنا بحط الفتحة لتحت ليه علشان لما اشيل في الاخر الخيلة دي انا مش هقدمها بيها تبقى الفرخة مقفولة كده هو بعدين حاجة دكتور وانا بدهاينها عايزة اسألك سؤال عايزة عرف مين بيخص اكتر ستة للراجل معدلة النزول في راجل اصرع طب ان الكتلة العضلية ده كمعدل نزول لجسمه لكن انا مش قصدي بالزبط لا نزل هو اللي بيحكم بقى اللي ابتزم يعني دايما الناس اللي اكتر عندك ايه المنتزمين يعني بيجي لجدة وامو حفيدة مين مفروض يخص اكتر سيل حفيدة عشان بتحرق اكتر اه وبتتحرك وبلايك جدة اللي تخص اكتر انها ملتزمة اكتر ملتزمة معيد اكل بدري فهمة وصول لابت الميزان الميزان عشان يتحرك اكل بدري شربة مية وفيه صغر بالليل فيش مش عارف فيه انسونا فيش باعتين البنت الصغيرة او الام هاريا نفسها هاريا نفسها هاريا نفسها سالتي وكابتشينو وهاريا بساعة صغر بالليل فما بتخصش احنا عايزين نبين ممكن تيجي تبص على يعني الالتزام هو بربط الفرص طبعا يعني بالتعليمات خصويا ما يكون التوجهات نكحة فعلا لما دام اية لتحريك الميزان يعني دايما الناس بتفتكر قضية سمنة وزيد في الاكل لا طبعا الموضوع اكبر بكي في التخصيص قضية كميات وانواع وموعيد وشرب مية وسناكس بين الواجبات ومنظومة علاجية نكحة قصة كده بتبقى اكبر من كده يعني الناس بإسعاد فيه ناس باستخف طبعا الاكل بايد عن السنة وزيد حقيقة لا طبعا لو الاكل متأخر دا ساعة سبعة بليه مش هيخس بصها للصبح مش هيخس ما بيخدش سناكس من الواجبات عشان يعرف على الحال مش هيخس علشان كده بتدو الرجيم وبيقفو ما بيعرفوش يكملو بعد مثلا اول تمانية كيلو او عشو لا لا اكتر من كده اول زباية تاجي اسم ايه سبت وفيه بعض الناس بقى طبعا يقولوا يا عصي دا البلاتو دا الطبيعي لا اتعرفش حاسبها كده فيه حاس بقى الدكتور مو تمايزين يعرف ازي احرك المزان كل اسبوع انا بص ما حطيتش اي دهون خالص خالص اللي منحي بقى أوليل جدا لان المستردة برضو بيقى فيها نسبة من بعد هغطيها وهغطيها في الفرن الفرن سخن الفرن سخن هي حتنزل ميا بتاعتها حتستوي بيها بعد كده هكشفها واحطها تحت الشوية تاخد لون حل مش اكتر ولا اقل بيطلع طعمها حل ومشكلها حل وما فيش اي دهون هندخلها الفرن تكنيك ناجح وبينطلعها احنا طبعا مجاهزين مجاهزين عندنا طبق اهو تمام ايوا اهو ممكن نقدمها لو انا عندي ديوف ممكن نقدمها لولادي بيبقى طعمها حل ولما بتتفتح بيبقى شكلها شي جدا اذا تكرى اللي انت عاملها دا ينفعه في الغداء في الضايت يعني او حد نظام غذائي يكون او البروتين اللي موجوده بالنسبة عالق بالنسبة موجودة فيه كالهو بيسموه فين يعني الصباح دا او الرول الرول دوت اه يبقى كمية البروتينت انا محتاجها الغداء الساعة ثلاثة بدل مثلا مكتب بسا لحمة مشوية او لحمة سلوة او صدر الفرخة تقليدي العين بيزع منه فاعتقد ان الطريقة اللي انت عاملها ماهو دا اللي عايزين نوصله ماهو دا اللي عايزين نوصله ماهو دا اللي عايزة ابلغ سيد المشاهدين ان يكون فيه تكنيك بيتامل في طريقة الاكل يحب بالناس في الضايت ايوه ما يذهقوش ما يكونش ضايت تقليدي وزهى ومالل والكلام دا والاكل شابع بعض والاقطار طيب فيه نقطة بقى معينة عايزة اسألك الناس اللي حجمها كبير مش هيكفيها رون واحد اه ممكن تعمل ايه بقى لا 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 تعمل ايه علشان تشبع اه شعب بص ايقولك حاجة مهائيا انا عشان اجيب نتاج اخسس مثلا شخص وانا حوائد مثلا يخس معي مثلا 70-80 كيلو معي واعتقد ان ليس همها طيبة في هذا المجال ان دا اجيب نتاج كبيرة او فترة طب 70-80 كيلو اللي بيخسوهم دا اكيد وزنهم مثلا 150 كيلو طب حيشبع زي من رولة او اتنين دا انا بستعمل منظومة علاجة يعني ما نوصل من ضمن الحياة اللي بقى استعمالها منهم انواع الفايبرز هيسمها جرينز برضو حاسك فايبر دي ما دا اسمها السليم هارز المادة دي بتنفش في المعدة منهم انواع الالياف بس العايف بقى بقى زي السوري اللي هو الشوفان او الموجودة بتاعها تركيزة عالي جدا بتمنى حجم المعدة تقريبا بحج قد حجمها لوشست نفسه مثلا حوالي مثلا 500 مر فبتدي احساس الامتلاء للمعدة مش اقدر ايكم مش اقل من 12 ساعة مش اقل من 12 ساعة لكن انا ركبت باللون بدلا ما ركب باللون بقلوفات ومسعالي مضاعفات طبعا البلون الكرحة والترجيع وكفالبنج وساعات ما في الناس ما بتتقبلش البلون وتترجعها بعدين والنتاج بتاعاته فانا بقى اكتب حيسمها جرين هاسك من عنواع الفايبرز الطابعية حيسمها سليم هاسك المادة دي طبعا هي جاي من برا وطبعا ترخيصه دات الصحة المادة تمنى في المادة حجمها جدير قوي تبقى الكيس على كبهات مية الاهم من كده للمادة السيلولوز الموجودة فيها المادة السيلولوز دي ما بتشبعها ماية بتحاول لمادة جيلاتينية تنفش تنفش في المادة بطريقة زيادة تمام والاهم جاء اليها في السيلولوز اللي موجودة فيها وهي نازلة على الجهاز الهضمي خصوصا على القولون بتشيل كل الفضلات الموجودة على جدر القولون ملينة تمام؟ لا ما بقولش ملينة أنا بقول تنظيف دي توكس دي توكس دي نقطة مهمة بقى حلوها أنت عارفة أنت الفضائط الموجودة على جدار القولون اللي هي بعد شهر أنها بتتحلل وتحاول إيه بعد الأمراض خبيثة زي السرطانة القولون أو الكلام دا كله فأنا أنا عايز أدي منتج يكون نجح جدا زي الجرين هاسك منه كالياف تنمى المعدة تدي أحساس بالشبع تمام وقبل الوجب أو مرة أو مرتين في اليوم ويقعد 12 ساعة يمنى المعدة في يد يحساس بالشبع المستمرة في 13 ساعة ملوش أي مضعفات تماما حتى أنا فاهم المكونات اللي فيه المادة السلولوس فيها بتقلي من مصص الدهون يعني لو كالتوا أكبأ إيه يا دهون لو قدرت أكل بقى يعني أفترضنا إنه نسبة فيها دهون يعني أنا منعتصام الدهون عشان كلا ينفع الناس اللي عندهم كروسور وإيه وين فاكتنين صغير نحاول عشان أنا عايز أقول بس لناس إنه لو عايز حد يفتسل التليفونات على الشاشة أنا عايز أفلي الناس يعني أفترضك أكثر قدر من معلومات أنا فاهم المادة اللي بردو سيلي هاسك دي لمرضى السكر إنه محطوط فيه مادة اسمها كروميوم مع الألياف اللي موجودة السلولوس بتقلم من انتصاص اللي السكر في الأمعاء يعني بدل ما أعمل أقول أنا حاعمل جرح التكمين أو جرح التغيير مصاع عشان أعالج السكر ممكن الهاسك اللي هو الفايبر دا يغنيني عنها بالظبط كده وأهم كده من كده كمان إنه فيه مادة اسمها إلي كارينتين من أخوى المواد اللي بترفع معدل إيه الحار يبقى أنا ديت هو الجرين هاسك فايبر ديت ملأ المعدة بدل سي التكميم أو البلون أو تغيير المصار تمام وفي نفس الوقت ألياف عالية جدا طبعية بنسبة 100% تمام والألياف دي فيها مادة السلولوس بتملأ المعدة كمادة مع شرب الماء طبعا تمام وفي نفس الوقت هي أنازلة حتى في الجهاز الهضمي بعد 12 ساعة بتنظف إيه القولون من كل المشاكل فيه فبتنظم حركة الجهاز إيه الهضمي الناس اللي عندهم إيه أمساك الناس اللي عندهم مشاكل في القولون تمام وفي نفس الوقت أتحطط فيه المواد مثلا أو محدود فيها المادة مادة اسمها كروميوم مادة كروميوم دي بتخلي السكر الدم بذبعث بسطور السكر في الدم إن المادة الكروميوم ديت بتخلي الأنسولين اللي في الدم اللي بداخل السكر جوه الدم جوه الخلايا يخش أكبر كمية من السكر جوه الخلايا نفسها تتحرق بياش فيه بقايا سكر تحاول لإيه لأي دهون أو كارنيتين معايا وفي نفس الوقت فيه مادة الكارنيتين كبرودك تناجح جدا اللي بيرفع معدلات إيه حرق إيه الدهون وأنا فاهم مادة السيلولوس في نفس الوقت هتزابط بصاص الدهون يبقى الناس عندهم كروسترول هتزابط بصاص السكر في الدم وأنا فاهم مادة بصاص السكر والدهون بقال من ضغط إيه الدم طبعا أكيد فدي الفايدة عشان كده بقولك أنا الفكرة كلها أنا عايزة فيد مريض السنة معايا إزاي مش مجرد تخسيس لا إزاي عنده سكر حيروح إزاي عنده ضغط حيروح عنده كروسترول حيروح إزاي جهاز ما أنا هيتحسن إزاي جهاز هضب يتحسن بالاستخدام البرودكس النكحة اللي ليها كواليتي 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 وبعدين هي منتجات طبيعية كمان يعني دي ميزة كمان للناس بخاف من الأدوية يعني اللي هو الطبيب بيديها منتج طبيعي وقالياف وفايبرز طبيعية كلها طبعا 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 غير الجرين تي بقى طبعا لأن هنرجع بقى للتي وللكافي والكلام ده كنا نسا بنقول إن القهوة بتقلل الحرق في البداية لا القهوة العادية سلاحزوا حدين للناس عشان يكون أمين في الكلمة يعني وجيه العملة واحدة الناس الإسلاتيك الراضيين جدا ترفع معادة الحرق ايه 12 رموز من قادرين ونقادرين ما داشت عنكر طبيعي أما الناس اللي على غلبيت قادرين ويحط بها في الصورة بيتقلل معادة الحرق عشان كده في حقيقة هنا حاجة اسمها جرين ايه قافي جرين جوفي طبعا معروف والأهم برضو منه مع المساعدة معاه والأقوى برضو في نفس المستوى اللي هو الجرين تي بس اذا ما بتكلم مثلا على الجرين تي بتكلم على تركيز بيش جرين تي بتشوهوه في العادة البيت انا بتكلم على حاجة ميديكيتد معايا وترخيز هذا الصحة مركز أكتر بقى بسيخ لا ده 80 ضيح في الكوبات اللي بتشوهو بيه التركيز كانش شك في 80 كوباية انا مش عايز لك انها بتشوهو بيه 3 كوبات في اليوم بتحليها 200 كالوري كينك مشيتي حوالي ساعة 4 فاهماني فدافهم برضو منتجات الطبيعية بس بتركيز معين معايا اللي هو الجرين تي اللي بيرفع معدل حرق حرق الدهون معدل يخصوه الناس اللي ما بيدبروا في السن وناس اللي حرقهم أقل ودايما اللي بيعانوا من السن نفعلا مدام آية بيكون عندهم حرق أقل بالطبيع انها أوريدي لو حرقهم كواس ما كانش ما كانوا شوصوا للسم ما كانت تخلوك نحرق الواجبات بالكاملة ما كانش يزيد على دهون فانا فاهم البروتج لحد دي حاجز زي جرين هاسك مثل كالياف تمنى الماء لو تدي أساس بالشابعة نحن مدد 12 ساعة مراتين في اليوم يبقى كده 24 ساعة يسمو ده يقدي أحساس بالشابعة دي مشكلة رأيانين شهيتهم مفتوح ومددو حجم البيت بي الهاسك ده في مادة الكرونتين زود الحرق في اللي هو الكروميم زود الحرق وفي نفس الوقت إذا بدغطه سكر وكروسترول يبدو ربك هذا عصفور وحسن انت جاهز الهضمي وحسن انت وظائف الكبد والكلام ده الماكتب منتج زي الهاسك مثلا جرين تي أنا فاهم جرين تي ده مكوناته التركيز والثمانين ده في الجرين تي العادي اللي بيرفع معدل حرق يزبط ضغط سكر وانت عارف الجرين تي كمان مضاد للأكساد طبعا طوي جدا معي أنا ما بقولش كلام فيه ده كلام علمي فأدي منتج فاهم في كل حاجة يحافظ على البشرة يمنع التجعيد معي كمضاد للأكساد ايه عشان يخدوا الخلايا يزود معدل حرق يكسر دون يزبط وصعو السكر في الدم ضغط الدم يعني أنا أخد الجرين هاسك ده مع الجرين تي والجرين كافي يعني ثلاثة منتج مع بعضهم اه يعني فيه جرين هاسك ده أليف وهي مشاكل السنة ايه دهون كتير معي فأكتب ده اللي يكسر ايه الدهون اه شاية مفتوحة عايز أكتب الألياف او دول اللي ينا المعت مشاكل السنة المعدل حرق ايه بيال ضعف عايز الحاجة اللي ترفع المعدلات الايه اه خلوه الجرين تي زي الهاس الجرين الجرين تي طيب دكتور الجرين تي ده اي حد ممكن يشربه الجرين تي فيش منه مشكلة مشروف طبيعية خالص مشروف طبيعية وناس عارفين الشاية الأخضر بحادش بيعتقد الشاية الأخضر او الكلام ده كله ما دي الفكرة بقى انك تكتبي حاجة ما يكونش لها ايه أضرار جانبية وانا طبعا وانا طبعا انا عايز برضو أنبه هنا ان كتير قوي بيستغلوا يعني جهاز الفيديوهات بتاعتي بأتكلم على الأدوية فهتدعوا بالنص بالاحتيال انتبعت الدكتور ماجد وانا مش عارف صدري الدكتور ماجد وصدريت مين برضو انا دايما بقول في الحاليات جرين هاسكي داوة الألياف دا ألياف دا علشان زي ما بتخدير رضة يسد نفسه اه طبعا زي الرضة بس مش رضة بقى ان الرضة ممكن تعمل يعني تقلم منصص الكالسيوم فده حاجة تضيئة أكتر يعني شكرا قلتلك الموضوع حاجة فارماسوتيكا حاجة ميديكيتي ومعمول له بقى طعم حلو حلو علشان الأطفال يتقبلو كبعان أكتر من الكبار أي حد يعاني من سمنة وعايز يمنا المعدة بمنطق طبيعي مليون في المية يستخدم الجرين هاسكي طبعا مش سي يا دكتور شرفتنا بجد ايه رأيك في الوصفة بتاعتنا انا حقولها الأولى بكل وصفة ماشي السجور الفراخ دي حلوة جربوها وقلولي على الفيسبوك على صفحتي على الفيسبوك نتواصل دايما أي وصفات انتو عايزينها في الأكل أنا تحت أمركم هنروح دلوقتي ونرجع عملكم مع فقرة حلوة جدا استنونا اشتركوا في القناة ورجعنا لكم من جديد في فقرة مختلفة فقرة رياضية بس بتعم الفرح والبهجة احنا النهاردة هنتكلم عن حاجة مختلفة عن بنات مختلفين كلنا بنحب نتفرج على الرأس الإقاعي والرأس الشرقي وحاجات كتير قوي فحيكون معنا مشرفين النهاردة ثلاث بانوتات تخصصوا في حاجات حيكل واحدة هتشرح بقى هي عاملة ايه وبتدت ازاي معنا هيبا حسان وشايماء قبيل وأسماء حسين شرفتونا أهلا أهلا أسماء حسين وليليفا انت اللي مجننة الناس ايه حكايتك بسي أنا أنا أصلا مدربة تباحة وكده بدأت أنا أدرب في الجم وكده كان فيه كذا تدربي ايه في الجم اه وكده كذا بورتي بتتعمل في الجم فقربنا نعمل كلاسز كده بادي دانسين فالناس اقترحوا علي الكلام ده من عشر سنين مثلا طبعين مشكلة متعملي كلاس أوكي فبدأت أبتدي أبتدي كلاس مع شغلي بعدين لما حبيت الموضوع جدا تفرخت تماما بس للبالي دانسين بدي كلاسز بالي دانسين في كل الجمهات الكاهرة تقريب ماشاء الله حاجة يعني مش دراسة انت واخدها هواية بوسي دخلت ايبانس كتيرة دخلت مهرجانات كتيرة بس هي هواية انا بحب البالي دانسين جدا بحس ان انا بمبسط في اللي انا بعمل كده طيب قولي لي هل انت نوية تعملي حاجة زيادة ولا يعني شايفة ايه التطور لحاجة زي كده انا هعمل مدرسة رأس شرق انساء الله بس يعني هدخل فيها كل انواع رأس بس مين لي البالي دانسين لان انا كل استيط دلوقتي بتدور عليه في كل مكان لانه هو بتلوزي ويت يعني بيقلل الوزن بس مع تنسيق القوان يعني وزينوتها مهمة اه بتخص بس بشي فامنن اونساوي بتطلع الضغطات النفسية لكلنا منتعرض لها تقدر تكمل يعني تحضر معي الكلاس بتقولي انتي بتديني لطاقة ان انا نقدر اكمل بقيته الاسبوع فالبالي دانسينج انا شايفة انه هو رياضة من الرياضات القوائية جدا نتحسين المزاق ونحتك جاسي اه بتوقع بالنفس بالزبط اه بيزود انتي اونسا يعني بالزبط هي بقى تعيب قوليني تخصصتي في الزومبا الزومبا اللي مجننة كل بنات الصغيرين دلوقتي شو معنى ايه بصي هوا في الاول انا كنت منبر عادية جدا وبعدين بعديها لقيت كلاسز نازلة اسمها زومبا فالزومبا انا لما دخلتها قبل ما بقى انستركتر حسيت ان هي بتدي طاقة ايجابية بطريق اه انتش متخيلة بلاس النهاية بتغيرلك المود بلاس النهاية بتحرق قوي وفي نفس الوقت انتي بتسمعي اغاني لاتن يمكن شوية كلام انتي مش فاهمه بس الموب من بتاعتها حلوة قوي مع الفاتنس بتفرق جدا في الكلاس وفي نفس الوقت وانتي بتلعبي وانتي بتغيري مود بتطلع من الكلاس تبي حب تكملي تاني رغم ان هو بيبقى ساعة وشايمة وليه يا شايمة انت فرايك بقى الزومبا دي رياضة ولا رأس لا هي رياضة هي رياضة اه طبعا لان هي اساسها ايروبيكس بس هي بتجمع ما بين رأسات كتير هي دخيلها ايروبيكس ودخيلها دانس بس هي رياضة هي فتنس الزومبا يعني اللي اخترعها اصلا هو اصلا فتنس وكان بيدرب ايروبيكس كان اسمه بيتو وهو اللي اخترعها وجمع يعني ألفها زي ما بيقولوا وجمع ما بين رأسات كتير منها الهندي والكوميا والمارينجي والريجاتون والسلسة والهيب هوب ده كله في رأسة واحدة ده كله في رأسة واحدة وهي رياضة في الاخر هي رياضة فتنس قوي جدا وبتحرق سعرات حرارية عالية جدا في الساعة بس يعني الناس كتيرة برضو متقبلها يعني معظم يعني هي انتشرت جدا دلوقتي طبعا وعندين هنا في مصر انتشرت جدا والبنات كلها برضو يعني بتيجي علشان الزومبا معظم الجماعات دلوقتي بتشتغل في الزومبا والبليدانس وبتنزل وزن كتير يعني هل هي كافية انها تنزلي وزن من غير دايت في الساعة بتحرق كاملز كتير هي بتحرق يعني هي أقوى دلوقتي كلاس بيتعامل وبيحرق أعلى سعرات بتحرق من 800 ألف في الساعة احنا كان معنا من الفقرة الفاتت مشروب عن الدايت والرجيم هل ده ممكن اخدوا واعمل للزومبا مثلا؟ اه اكيد طبعا هيساعد بقى اكثر اه في ناس حرقها مش قوي في ناس حرقها قليل فالناس دي بنفدها ان هي بنرشح لها نوع من انواع المشروبات دي بتعلي الحرق معها اه وليلي يا اسمي لو جاتلك واحدة لسه من الاول خالص وجيالك تقولك انا عايزة بتجي هتبتجي معها ازاي؟ بجانر ببتدي ستابس ازاي بقى هوت يعني ازاي تتخلي اديها تتحرك مع رجليها اه يعني ما تبقاش بتتحرك من تحت وفوق طف لان فوق الشكل الاهم من تحت ازاي تعمل ده كنترست بين الاتنين مع بعض ببتدي ستابس ستابس بقى كده ببتدي اديها ميوزيك بقى كي يجي في الاغينية ترقص عليها واحدة واحدة يعني بجيني نايت بنات بجانر تبقى عايزة كورس راس شرقي لفلز لفل ون وليفل تو ادبانسد عايزة تطلع بتعرف تروس لها لبتها في بنات بتبقى عايزة شهدات فبادي كورس بلايسنز عشان تبقى مدربة تراس شرقي تدي ليسن و تدي؟ طبعا طبعا اوه حلو قليل واهم حيجا كل ده شغلينا بنات بس فالبنات بتبقى مستريحة اكتر هي بتتصرف بطريقة براحتها على راحتها تلبس براحتها فاني تاميم الحمده ده طيب هي بقولي لي لو جالك واحدة مليانة هتعرف تبتجي معاك الزومبا؟ طبعا هتعرف تبتدي لان احنا كأنستركتر من الحاجات اللي احنا واخدينها في الكورس ان نامبر وان لازم يبقى الستاب ايزي تفولو لان انتي مش يوميا هتلاقي الكلاس في نفس المجموع اللي بتلعب معاك يعني ممكن تلاقي في الكلاس بعدي مجموعة تانية جاية وانتي بتلاحظيهم مع الوقت فانتي مضطرية ان انتي تاخذي بالك من المجموع اللي جاية لانهم بحب يعودوا ورا او يلعبوا ورا مش قدامك يبقوا خايفين يلعبوا قدامك لان خايفين يغلطوا فانتي لازم تبقى عاملة عليهم فوكس اكتر وتديهم ساپورت اكتر وتلعبي حاجات ايزي تفولو وسهلة جيدة انه بسيطة مثلا زي السالسل زي التانجو زي المارينجي زي الحاجات الرجاتون البسيطة قوي لان هي زومبا مدارس فلازم تحسسيهم ان هم قادرين يلعبوا لان انتي ما يفعش تديهم حاجة تبقى اعلى من الليفل اللي هم مش متعودين عليه هتلاقيهم فجأة تلعوا من الكلاس ومش هيدخلوا تاني فانتي مضطرية ان يتعملي كده مش عشان حاجة انتي لازم تحبيبيهم فالزومبا ولازم تعمل لهم ساپورت كويس وجو حلو مع الوقت يبقوا حابين يحضرون لك تاني فهي دي فكرة الانستركتور في الكلاس شيماء لو جاتلك واحدة مليانة شوية هتنصحيها بالايروبيكس ولا بالزومبا الافضل ايه لها لا لو مليانة يعني اوبرويت هيبقى الايروبيكس الاول ده الافضل لان هيكون فيها حركات معينة وتمارين معينة المداربة هتقدر تسعيدها انها تتعامل لكن كلاس الزومبا يعني هو شوية هارد فعمش هينفعنا انا اجيب واحدة اوفر ويت ويكون عندها اسبب لها اصابة لو عملت كده فبخليها في الاول الايروبيكس يعني انت بتجي معا بالايروبيكس الاول اه لان انا قريدي برضو ايروبيكس اه فبديها ايروبيكس الاول تفقد وزنها شوية تقدر بعد كده تعمل الاصعب تعمل بعد كده اه بالضبط تدخل في الليفل الاصعب طيب احنا دلوقتي لو واحدة عندي عايزة تمشي على داي وعايزة تبتجي الكلاسز بتاعت الزومبا والايروبيكس والرأس الاقاعي كله مع بعضه هينفع كله مع بعضه يتاخد ولا لازم ابتجي معا بحاجة حاجة لوحدها يعني حتى لو هي مش تخينة قوي يعني مش هنقول مثلا انها اوفر ويت قوي وزنها معقول بس هل هي في مقداريتها انها تبتجي بكل الحاجات دي مع بعضها هي ممكن تقسم وقتها تحضر كلاس من كل نوع في الاسبوع يعني ومسلا تري تايمز برويك ولا حاجة تبقى قسمت وجربت كل حاجة وبعدين هتبتدي تختار بقى حاجة واحدة تكمل فيها وممكن الاثنين وممكن بالتدريج تزبط اكلها مش ضايت مش ضايت كافي يعني تزبط موعد اكلها موعد نومها تشرب ماية كتير اعتباري الاساسيات والاساسيات تعملها وتتمرن بقى 3 ايام في الاسبوع في الاول ما تزودش اكتر من كده وبعد كده بالتدريج بتزود بتزود تزود اكلها اكتر تتمرن ايام اكتر عدد ساعات اكتر بس طبعا هو ساعتين بس يعني ماكسموم بس هو ده اللي هتوصله في الاخر لان ساعات يعني فيه اقوال كتير ان الجيم كرياضة في الجيم بيزود العضلة حكا حج فعالميزان بتتقل اه لو بتتعمل ويت او زين لو بتتعمل ويت او زين مرن صح رياضة قاسية بس الكلاسز احنا بنرقص على بنعمل تمرينيت بس على مزيك انت بتحبيها مش قاسية مش بنشيل او زين فهي بتخصص وفي نفس الوقت مش بتزود عليها بتشيل الطاقة السلبية اللي عندي كمان والجينوطة مهمة وفي نفس الوقت مش بتزود علي الميزان في الويت بالعكس ده هي بتتقلل لان انت بتحرقي بس الويت برضو مهمة جدا يعني هو بيحرق فاتس بس هو بيزود عضل هو بيعمل زي معادلة كده اتزان ان انت لو انت مثلا سي 70 كيلو و تلاتي علي الميزان 70 كيلو بعد ما تتمرني بعد شهر انت لو عملت انباضي هتلاقي خصيتي 3 كيلو دهون بس زيديهم عضل فقريدي انت 70 زي ما هو اه فهي ده وفرق بقى في شكلك اه شكل الجسم بيفرق اه فرق في الشكل طيب الفرق ايه الاساسي بين الايروبكس والزومبا كحركات بصي الايروبكس بتبقى يعني فوكس على اميك المعينة في الجسم يعني واصلا فيه كلاسات ايروبكس بتركز على الابر مثلا الباي والتراي والشولدر والشست فيه كلاسات بتركز على الابس واللور ازاي كلاسات الستاب ازاي كلاسات التونينج لما تمسكي دمبز وستعابي التونينج فهي الفرق المبين الايروبكس والزومبا الزومبا فات بيرن فات بيرن وفي نفس الوقت بتركز لها تعملك انشيب بسيط هي بتركز على الاميك المعينة في جسمك ونت بتلعبي هتلاقي اكتر حاجة الشست الرجلي انما لو عايزة تعملي انشيب اكتر تخشي كلاسات ايروبكس اا ايروبكس موجه للمنطقة اللي انا عايزة تخصيصها اكتر لا الايروبكس ما فيهاش كارديو كتير زي ما انت متخيلة اكتر ما فيها ترينينج تمرين بتدي اعدات ومجميع وبتدي مثلا هولدينج اوقات بتدي اوقات في حاجات فلكسباليتي اوقات حاجات ستريتشينج في الاخر انما الزومبا كلها دانسينج كلها دانسينج وفي نفس الوقت انت الزومبا عبارة عن زي كانو سكاجوال جوال كلاس بتعلي بليفل وبتنزلي وبتعلي تايمي لحد ما توصلي الاخر لفل تعملي كول دانسينج وحاجات هادية وفي نفس الوقت جوال كلاس انت بتركزي معهم ان هم يشربوا مياه كتير لان هي بتعمل فات بيرل فده الفرق ما بين الايروبكس والزومبا طبعا طيب وديجي الفرق ان انا اتعلم رأس مع مدربة ولا اتعلمها من اليوتيوب ايه المدربة او هتديني ايه زيادة مثلا لو جبتي فيديو وافتيت تلعبي تحاولي تحاولي تتمرني تعملي حركة معينة ممكن تيجي وممكن لا وممكن ممكن استمر وممكن لا بس لو يكونوا حد فوقيكي انتي بتشوفيها لايف هي بتتحرك الحركة ازاي بتحاولي تقلديها بالزبط فالمدربة بتشجاك تحفزك بلاس ان انتي يعني يعنيكي بتشوف الحركة لايف حقيقية فبتعرف تعمليها فعلا اه اليوتيوب كماليين بس الناس مش بتعرف تعمل ايه ممكن تكسل النهاردة ممكن تشايف الحركة حاولت تقلدها حركة مسلا عايز تنزل بدهرها لورا عملت الحركة غلط فضرتها لكن انا واقفة معايها هقول لها لا انتي كده غلط رجلك قدام رفعي صابع رجلك نزلي كعب رجلك لان الحركة لو تحت ما تزبطتش من الرجلين فوق مش تتعامل صح اه فكل الكلام ده هي بشتوق بتشايفها لنفسها بتصحح وبتقلد وبتالي كل ده بس غير ان الجو المناسب يعني ما تكون مع ستات كتير اه كلنا بنسمع حاجة واحدة كلنا بنعمل نفس الحاجة فبيبقى في حايفة زي النهيات اه يعني ممكن تجيلك واحدة وبنتها يتضربوا مع بعض ده مش ممكن ده ده كل 3-4 ام وابنت الام والبني هبا وشايماء احنا لنا مع بعض دويتوهات وفيديوز عملتوها ازاي بدأت معاكو ازاي بس احنا يعني الفكرة ان احنا الحمد لله انا وهبا يعني متفقين جدا في الزومب يعني مش اي حد بيكونوا مع بعض كده انتو شوقتوني ان انا ارحمها بسرحة يعني طبعا يعني ماليش في الرياضة بس شوقتوني احجيلكم ان شاء الله فالفكرة جات ان احنا دايما الناس شكرت فينا ان احنا الستيب ستوعتنا زي بعض فوقتنا بنطلع ايفنتات وحفلات وكده فبنلعب مع بعض استيب باي استيب فما فيش حركة بتكون غلط من التانية اه فطلبوا مننا ايفنتات بقى مع بعض من هنا بتدينا ان احنا نعمل فيديوز ونكحة الحمد لله يعني بتعمل بيو عالية جدا الحمد لله اه هنبتجد واشي ان شاء الله كده نعمل رأسة حلوة اوكي اشوفكو على خير بعد ما هم يخلصوا معنا افضلت اوكي 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة